السلام عليكم البنات اش خباركم كانت مننا من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير كيف العادة ورمضان مبارك سعيد كانت مننا يدخل علينا وعليكم الصحة والعافية والرزق يا ربي ويرفع علينا هات الوابة ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعية توحشنا جيراننا صحابتنا المحيطة ديالنا صراحة صعيبة بزا فاش تبقى محبوس فطار الله يحسن للعوان وصافي المهم اليوم ان شاء الله فيديو جديد مليء بالاستفادة كانت مننا تشاهدو حتى للنهاية سيجيكم شوية طويل كانت مننا ما تملوش ولكن فيه بزا ف ديال الحويجات مفيدة هي غن بارتاجي معاكم في الاول كيف داز نهاري من صبح حتى الليل شنو درت فيه النهار كامل بطبيعة الحال غاد يكونوا فيهم علومات كاتفيتكم ووصفات كاتفيتكم ان شاء الله وكانت مننا تعجبكم وتنسي احسانكم وتخليوا ليالي لايك ديالكم والاشتراك وراكم عارفين والتعاليق ديالكم زوينة نشكركم بزا ف عديها على الدعم ومهين باش ما نطولش عليكم غادي ندوزوا بطبيعة الحال فيديو باش نشوفوا شنوقة النهار كامل المهم كي تشوفوا البناس كنظن بانكم كلكم بحالي في هذا الحجر وربينا كتنود وربينا كتنود ومتوا على الأرض ونضحوا فيهم بعد المهم هنواني بحشن ربينا كتنقص على الياه لتجلسوا في الأرض ايجلسوا في الصالون لانه يجيهم واسع ويلاعبون فيه ويلاعبون في التلفازات المهم بشكلت ربينا لا تجلسوا في الصالون المهم أنكم تعرفون ما يكون لديه الويدات و ما يكون يوميا يتجمعي يوميا يتجمعي يوميا يتجمعي بالأخص لدي أولادي يموتوا على القليا و يتقابلوا مع التلفازة يجب أن أعطي لديهم الفوشار و يأكلوا و يتفرجوا المهم أن هذه الكاشميرة صحيحة نفعتني لا تتكارفص لي نهائيا الموكيت و يقلصوا غير في الكاشميرة الزرقة تحفظ لي على هذا الموكيت المهم بنات بدأت بروسة أو كل شخص يسميها باي باي و لا بروسة المهم بدأت بروسة تقع الموكيت التي لديها في الصالون و في الكلوارات و بدأت مسحف العود صراحة في هذه الفترينة منات بروسة الأزوجة يقدموا بروسة موعد تنظيف صراحة غزال و يأخذها من الصالون و من المهم الداخل من الموكيت يجب أن يقوم بروسة الأزوجة وبالنسبة للزاج و يصبح أجمع الزرقة و يقوم بإطلاقات عدة قليلات و يأخذها قريبا ببعر سنين و هي المسحف العودة للصالون و تبقى الريحة تبقى حتى اليومين ثلث يام و تبقى ريحة ثلاثة في الدار هذه هي السجادة لبنات أصليها لم يتم سحط العود كامل كما ترون سالون مطرفة مخملا يجبونه يتفرجون هنا سنجمع البيت البيت العاس والحمام هم الأولين لا أتبارهم معكم لا أتبار البيت طويلة فأنا نذهب نجمع سجرة ووووووووو نجمع البيت قمت برسطة لتجمع الحجر كلهم يجب منهم أحتاج البيت نجمع البيت أفضل ومعنى لربما تجد عدوات الاخرى ومعنى بسبب ان يشترون الى السردين ومعنى تباقية وكيفتها تجدنا الشخص يتكلم ومعنى تقلّف بالطبخ والمعنى على ضغطار وفي العطرية قليلة احضر ومعنى بإمكانك تبنية ومعنى الان سنعذر قريبا لنضع خاطرهم جيدا سوف نتخلق معكم نطفل بإمكانها نعمة وحفظها من الزوال نطفل بإمكانها نضيف بيضة كاملة نضيف زيط الملح نضيف زبدة كيس الزهر رائع كيس الزهر رائع تستغني على زنجلان والنافعيلة لا يوجد زهر وإذا كانوا تضيفهم حتى هما عندي هنا خمارة خلط المكونات ديالي وبنسبة للزبدة البنات تقدروا تضيفه 1-4 كاس الزبدة تكونوا مدوبينها قبل بالنسبة للحليب أنا أعجنا هنا غير بالحليب فقط سيطر الحليب سوف نقول لكم كيف سيخصني سوف نضيف تقريبا 5 ديال المعالق 4-5 ديال المعالق 1-5 كاس من الأفضل لأن الملحات تكون باينة يكون توازن ما بين الملحات والثكر لا نريد أن تضيف ملحة 100% الملوحات تهرس جهد البيض مع قدام البيض لا نريد أن تضيف البيض في القراش ونظيف ملحة أضيف الحليب كما تريده قمت للحليب كما ترونه الزيت المائدة من بعد غطيتها في الفيلم المائدة سوف نستعن بعض الزيت المائدة كخفيفة لتحكم فيها كما قلت لكم هي ركت تلاسق في اليد وضروري مثل الفطائر والبريوشات كيف تريد العجينة تكون خفيفة هذا الإناء التي نخدمها ستقيل كي يمحن في الخدمة العجينة هي هذه كما تشاهدها ركت جي مطلقة سوف نستعن بعض الزيت المائدة سوف ندهنوها خفيفة لتحكم فيها لا تلصق معنا نقسمها على جوج وكل نصف نقسمها لربعة الكوائرات التي يكونون متساويين نحرب لهم على هذا الشكل نحاول أن النصف الآخر نغطيته على جن وضعته على جن لكي لا تلقش لأنها فيها الخميرة وجيني صعيبة لكي نضفرها كل واحدة نحرب لها ونخدمها في البلاسة بعد ندوز الأخرى نحرب لهم على نفس الطول وبنفس الحجم نحاول نجمعهم في الراسة الفوق نجمعهم وكيف تشوفوا الطريقة لكي نحرب لهم الحرب اللي يكونوا الوسط يخرجوا على بره واللي يدخلوا الداخل تنكروازي وهم مع بعضياتهم عاد ندخلوا تاني اللي كانوا على بره ونفس الطريقة حتى نكمله نتمنى تكون واضحة الطريقة نقوم بتحديدها لكي نقوم بتحديدها ونضيفها ونجمعها ونضيفها 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 ونقوم بتحديد الماء ونضيفها ونضيفها الماء ونضيفها ونضيفها تبعوض الحرشة التي طلبها صغير ومعكم البلداء ولكن البلداء الصغير اكتر او مهم بالنسبة لما أحتاج لكي هو وممكن أن اكتر معكم بسلافة بشيبان كنتي نحن على عين ميزاني تكون عين ميزاني كنخلو الشروج نضيف نصف كيلو لاروب نضيف كيلو لاروب نضيف كيلو لاروب نضيف خمارة نضيف العسل نضيف العسل نضيف اي عسل نضيف الحلوة نضيف الحلوة ممتازة نضيف مجموعة بقي الملح الزبدة الزبدة الملحة كأس زيت المائدة لا نضيف الكامل سوف نضيف نضيف الملحة نحاول نخدم هذه الزبدة لإنقالوا التوازن في نفس الوقت إلا قللتوك جيناشفا يعني يجبوها يعني هي هاديك مهمنا نقول لكم بالضبط شحل عطاتني كيلو لاروب شحل دي الزيت الدرس فيها نحاول نخدمها بحلكة صافي باركة يعني تقريبا نصف كأس نصف كأس ديال العنبة ديال الزيت زيت المائدة نكمل العجينة ديالا بعد ما نرملها مزيان و ندوه بذيك الزبدة نعجنها بالمال التي يكون دافي يعني غير تهرسوا ذيك البرودة ما شي يكون سخون غير تهرسوا ذيك البرودة واخد جيكم جارية سميدة راها كتشرب يعني جي جارية كنت شوية لما ندهنوا المقلة و نوجدوا كل شيء نلقوها شربات رضغية كتشرب سوغتول كنت سميدة زوينة مهم نحاول ندركها بها الطريقة هذي يعني ما تدرك موالو عنا قد تجمعوها المقلة هي هذي اللي عنديها يكتمكت لكم النمرة 12 ندهنتها بشوية ذي الزبدة و ندرت عليها شوية السميدة تقدروا تدروا حتى الفينو تقرسوها بالفينو سوف نضعها بهذه الشكلة نحاول ان تحكموا فيها بحالك يعني وخاك تجيكم جارية نحاول ان تحكموا فيها نتركوا فيها أنتوما تنضع خامة اللي غسلتية سوف نضعها سوف نضعها صراحة أدل أحرجاء البنات سوف تكون عندي يمكنك يكون عندي مجرد الفينو سوف نضعها بحالها بحالها كتلع عزوينة حتى بالفينو كنت سوف نقرسوها وانتوما تجعلوا السم كلما تريدون حرشة غليظة نحاول ان نقذ به جناب مهمة كبيرة وعائلية نقذ حريشة صغيرة ولكن هذه العملية تضغية نقطعها ونضعها المقلة لا تنسخنها موالو ونضعها ونشعلها على البطا على عفية متوسطة نقذها الطيب ونقذها لتخاص نقذها الطيب على عفية متوسطة نحرك فيها مقلة كبيرة نحرك فيها حتى تتحمر لي وممكن البنات تنفخ لكم بعد المرات تنفخ ليها دائما ونقذ فقاعات نحاول نحاولها بالمعلقة وبالنسبة للانتفاخ تنتقوها بالفرشيطة لكي نخرج ذلك الهواء ونحاول نحاول الفقاعات بالمعلقة أحاول نحاول نحن نحاول نحاول محمرة بشكل مزيان مهمة بناترا هذا الطابط ليها لفونتاج المقلة التي لا تكون لها جناب يعني كتهزي كتقلبي كتعرفي هذا الطابط أنا راني قلبتها لقيتها الطابط صافراني قلبتها كما كنتشوفوا رعتمت ذلك الرمي اللي عندي صراحة كيف ينفعني نخلاتها الطيب ونشاركها معاكم مهمة بناترا طفيت البطارة هذا الطابط شوفوا كيف هي جاءت جزوينة ومن قرمشة ومن داخلها جزوينة أريدها مغلظة و مرقيقة لا تكون غلظة و غليظة هذا هو السمك الذي يعجبني و الذي نفعله دائما أتمنى أنكم تجربوها و تعجبكم سوف ندوز البريوش أو الدفيرة التي قمت بها خمر لا تدهن بالبيض نهائيا أيضا قمت بها جيدة و لقد تحمروا لي بجأن الفران أستطيع أن يدهنهم بأسفل المشمش و تقدروا بأسفل المشمش و يدهنهم بأسفل المشمش و يدهنهم بأسفل المشمش لدي طبيعي الأنم ملحظة و أرادة المهم هو هذا كي يجي خفيف وكي يجي زوين دوس بس نقطع لكم تشوفوا كيفاش كي يجي انتم ما شوفوا رعن الشدة ديالوك تحسو بي خفيف وبقي سخون قطعت لكم بقي سخون انتم ما شوفوا كي يجي صراحة خفيف وزوين وذيك ريحة الظهر ديك الصاشية ديال الظهر رائع رائع يعني في حالة ما عندكش زنجلان والنافع دير غصة صاشية ديال الظهر على حسابي كيف ما قلت لكم دقيق صراحة واخه كيكرا طلع مزيان واخد دقيق معا ونيش مولف كي يجيني حسن من هكذا والله العظيم ولكن دبا ما عندنا ما نديرو نقضي وبدأ كشيري موجود نمو يمكن تمنى الوصفة تعجبكم وجربوهر غادي تعجبكم ان شاء الله بإذن الله وسهل صراحة وتقدروا كيف ما قلت لكم غير لشكل كوايرات يعني مش ضروري انكم تطفروه الحرشة ديالي هي هادي حرشة عائلية طيبة وحدة ونوضي بلا ما توقيت ديالي كتبت الحرشة ديك الصغيرة كتمحن صراحة المهم هادو هو الشي اللي تطلبوا لي أولادي راني وجدتوا ليهو ممكن تمنى هاد شي يعج شبكم بالنسبة لولدي الكبير كي حماق على هاد هاد ضفيرة هادي اندهن هالو بالفرماج انا صراحة مليطقتها عجباتني لان ما فيهاش تلك الحلاوة فيها الملوحة متوزنة مع الحلاوات الجيزوين اصراحة اندهنت هالي كيف ما كتشوفو وانعطيه اياكل لبنات دبراه الليل بصراحة ما بارتاجيتش معاكم شرمولة ديالجاجي انا دايجا مبارتاجيها معاكم في الفيديو اللي قبل في القناة الفيديو هات اللي قبل يعني اتقلبوا هات القوان حاول خليها لكم الفوق هنا يا جاج بتطبيلة الرائعة اللي كيدي الراجلي مهم ليوم تشهينا في الفاخر ديك المرة شوينا في شوية ديالطو دبت شهينا شوي في الفاخر صراحة ريحتو طالعك تحمق حنا اعتبقوا حتى نصصات الليل عاد كي تحول لنا الافكار و تحول لنا شنون طيبو مهم كنش عوالي صراحة نديروا اللي اشاك ندير غير شوفان ندير غير حسوا ديالشوفان احتقالي يا راجلي نود نصيبو ذاك الدجاج نشرملوه نطيبو وخذر ابنا عليه مع طناش وقت في شرمولة يعني فتتبيلة ديالو انا يشربها مع طناش الوقت مهم ندنا شوينا كلينا كلينا شوينا واحد شوية كلينا الحمدولي الله اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب المهم هذا هو الفيديو ديالنا اليوم كانت منينا لإعجابكم وكانت منينا تكونوا استمتعتوا وما مليتوش وإلى عجبكم الوصفات ما تنسوش تخليوا لي اللي لايك ديالكم وإلى جربتهم ما تنسوش تخليوا لي التعاليق شكرا على المشاهدة اللي بقى تشاهد حتى لدابو شكرا للناس اللي كيدعموني شكرا لكم بزدف ودمتم في رعاية الله